التفسير بالمأثور والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم فما المراد بقوله تعالى تجري لمستقر لها جاء في الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ فقال أبو ذر الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها أخرجه البخاري التفسير بالمأفور ترجمة نانسي قنقر